فحديثنا اليوم عن الدين والكنيسة والعلم كمقدمة لدراستنا عن المظاهب الفكرية المعاصرة لهذا السمسطر الفصل الدراثي الثاني فسنتنا والإنساء الله في الأسابيع القادمة الموضوعات حول المذاهب الفكرية المذاهب الفكرية المعاصرة منها مذاهب التطور الفلوسي المركسية والعلمانية واللبرالية والرقسمالية وخركة الاجتشراك وكذلك ادعاء النبوة في الهند وكذلك في في اندونسيا فتلك هي الموضوعات التي سنتحدث وسنتناول خلال semester القادم فستقدمون أنتم الموضوعات تلك الموضوعات إن شاء الله مجموعة فمجموعة إن شاء الله فللمذاهب الفكرية المعاصرة فتمقدمة لهذه المذاهب فسنتحدث موجزاً عما يتعلق بالدين والكنيسة والعلم في الغرب نبدأ تاريخية فالغرب أو أوروبا الغرب لم تعرف الدين الصحيح في تاريحهم الطويل فالنسرونية التي اقتنقوها اليوم ليسده النسرونية الصحيحة والتعاليم الصحيحة التي جاء بها نبينا عيسى ففي تاريح وجدنا لما جاء نبينا عيسى لبني إسرائيل ومعه رسالة جديد والدين الجديد من الله سبحانه وتعالى كان اليهود غير راضين بذالك ورفض اليهود رسالة رسالة نبينا عيسى فلم تردو اليهود أن تكون ديانة اليهودية منسوحة بالدين الجديد والتعاليم الجديد التي جاء بها نبينا عيسى فقوما اليهود وساعدهم الدولة والحكومة الرومانية في تلك الأيام للمقاوامة ضدى النسرونية التعاليم التي جاء بها نبينا عيسى واليهود مع الرومان مع الدولة الرومانية حربة وقوما كمو ضدى ضدى نبينا عيسى والحواريين والحواريين وأصبح الحواريين مدطاهدين حتى نبينا كذلك نبينا عيسى واخيرا فما عرفنا هناك ماذا وساء اليهود وماهم الدولة الرومانية لقتل نبينا عيسى واعتقدوا أنهم قد وضعوا نبينا موسى في الصليب فا فافا اليهود والدولة الرومانية هاربوا هذه العالم التي جاء بها نبينا موسى نبينا عيسى فمن العجيب في التاريح وذلك في القرن الرابع وذلك في القرن الرابع بعد نبينا بعد الميلاد بعد نبينا عيسى فانا الدولة الرومانية اتفاق على اتخاذ النسرونية دينة رسمية للدولة فهذا طبعا شيء عجيب في التاريح لما كانت الدولة والرومانية مع اليهود هاربوا الاتعاليم التي جاء بها نبينا عيسى وَحَارَبَ الْحَوَارِيِّينَ بَلْ نَبِينا عيسى وفي القرن الرابع اتخاذت هذه الدولة دينة رسمية وهناكَ مجمعٌ المجمع النيكي الاجتماع في المجمع النيكي والمعروفة في القرن الرابع وفي هذا المجمع النيكي قررت الدولة قيادات الدولة وماهم قيادات الدين للدولة قررت تعاليم الدين النسروني وقررت القوانين الأقانيم الثلاثة أن إلهية عيسى وإلهية روح القدس والإبن والأب هذه الأقانيم الثلاثة في تعاليم المسيحية الجديدة هي تعاليم من حرفة عن الدين الأصلي عن التعاليم الأصلي التي جاء بها نبينا عيسى و هذه الحادثة كانت بعد أربع أربع أمي أسانة بعد غياب نبينا عيسى أو بعد حادثة صليب لكن طبعاً نحن المسلم نعتقد بأن الله أخضى ورفع إلى السما فالقرن الرابع معنا ذلك قبل مجيء نبينا محمد لأن نبينا محمد ولد في السنة 571 بعد الميلاد فَبِكَدْرِ مِأَسْسَنَةَ قَبْلَا مِلَادِ نَبِينا محمد قَرَرَتْ الْحُكُومَ وَالدَّوْلَةَ الرومانيا بِهَدَ الدِّينَ الْجَدِيدُ فَأَسْبَحَ الدِّينَ وهو الدِّينَ الْمُنْحَرِفِ الدِّينَ اللَّتِ وَضُعَهَا الْحُكُومَ وَقَوْدَتْ الدَّوْلَةَ كَدَلِكَ قَوْدَتْ الدِّينَ لِدَّوْلَةَ في تلك الأيام فَتَعَلِمْ هِيَا تَعَلِيمٌ مُنْ حَرِفَةٌ وَمِنْ تَعَلِيمٌ فَنَجِدْ مَسَلًا وَنَاكْ حِكَيَةً حَوْلَ حِكَيَةً حَوْلَ نَبِينا آدَم أنَّهُ كَانَ أَخْطَعَ وَلِعَقْلِ أَشَّجَرَوْا وَلَهُ دَنْبُنْ وَلِذُرِّيَتِهِ كَدَلِكَ ذَنْبُنْ وَجَاءَ نَبِينا إِسَ فِي الصَّلِيمٌ فِدَاءً لَهُمْ هِيَا أُسْتُورَ هِيَا أُسْتُورَ هِكَيَةً كَاذِبًا هِيَةً دِينِيَا كَاذِبًا وَضُعَهَا قَوْدَتُ الْأَدْيَانِ في تلك الأيام فَاَدِّينَ أَلَّتِكَانَتْ هِيَا مُنْحَرِفَ في تلك الأيام أَسْبَحَد دِينًا جَدِيدًا وَدِينًا رَسْمِيًا لِدَّوْلَةِ وَالْمُجْتَمَعَ الْغَرْبِ من تلك الأيام إلى يومنا هذا وَلِذَلِكَ نَقُول بِأَنَّ الْغَرْبِ لَمْ تَعْرِفْ الدِّينَ الصَّحِيهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَا كَمَا كَانَ الدِّينَ أيام نبينا عيسى في تلك الأيام وَأَسْبَحَد إِذَا هذا الدِّين دِينًا رَسْمِيًا وَهَذَا الدِّين وَدِينًا مُنْحَرِفًا وَكَانَتْ هُنَاكَ مَلِكَ هَلِينًا زَارَدْ مَلِكَ هَلِينًا في أَرْدٍ سُلِبَ فِيهِ نبينا عيسى في أَعْتِقَدِهِم في أَرْدِ فَلِسْتِينَ وَوَجَدَتْ هَذِي الْمَلِكَ هَلِينًا على التعاليم الرومانية الرومانية فَكَانَتْ دَوْلَى الرومانية مُنْتَشِرَةً في أَرَاضِ الشام أو في أَرْدُن مثلا هناك الأثار لرومانية وَكَدَلِكَ أَرْدِ فَلِسْتِينَ يُوْكَانَتْ أَلَا إِسْتِلَى الرومان الرومانية فَكَانَتْ تَارِيخُ الْغَرْبِ بعد أن جاء الإسلام وَانْتَشَرَ الإسلام وَفَتَحَ الإسلام الْبُلْدَان الْوَاسِعَ وَفَتَحَتْ وَاسْتَوْلَتْ أَلَا أَرَاضِ الَّذِي كَانَتْ أَلَا إِسْتِلَاءِ الرومان على الدولة الرومان فَأَصْبَحَتْ دَوْلَةُ الرومان فَأَصْبَحَتْ فَتَدَحْوَرَتْ تَدَحْوَرَتْ هَذِي كَانَتْ أَلَا أَسْبَحَتْ ضَعِفَةً ضعِفَةً لكن في نفس الوقت كانت الْغَنِيسَهُ كانت الْغَنِيسَهُ أَسْبَحَتْ لَهَا سيطر على الحياة فَنَعْرِفْ فِي تَارِحْ لَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامِ وَانْتَشَرَ الْإِسْلَامِ وَالْخَدَارَ الْإِسْلَامِيَا فِي الْمَرْحَلَةَ الْمُرْتَفِئَةِ فَالْخَدَارَ الْغَرْبِيَةِ من أيام دولة الرومان انحافظت وتدهورت ففي أيام في أسور الوسطى ما نقول هذا أسور وسطى أسور حيث تدهورت هذه الحضارة الرومانية والدولة الرومانية لكن في نفس الوقت أصبحت الكنيسة بتلك التعاليم الدينية المنحرفة سيطرت على الأوضاء سيطرت على الأوضاء حتى في الجواند العلمية سيطرت على الأوضاء الرومانية كان محمد الفاتح فتح كوستانتينيوبل العاصمة للدولة الرومانية الشركية وغلب الفاتح والإسلام وستولى الإسلام عاصمة عاصمة الدولة الرومانية الشركية وإنتشرت إنتشرت الإسلام هناك والسيطرة على الأوضاء والأراضي التي كانت سيطرت عليها الرومان فالألؤلاء الوظماء فالألؤلاء الهربين وَتِلْكَ فِيَلْ كَرْنَ الْكَمِسِ عَشَرْ وَالْكَرْنَ السَدِسِ عَشَرْ بدأ وَجَدْنَا فِي تَارِحٍ ألؤلاء مفَكِّرين في الغرب فَا مِنْهُمْ مَنْ كَشَافْ اِكْتِشَافًا عِلْمِيًّا جَدِيدًا وَاَجَدْنَا مِسْلُ مِسْلَا پَسْكَلْ ثُمَّا كَوْرْنِكُسْ وَالْعُلَمَاءَ الْأَخَرُونَ وَالْعُلَمَاءَ وَجَدْنَا الْعُلَمَاءَ الْعَخَرِينَ لهم كُشُف عِلْمِيًا لَكِنَ الْكَنِيسَةِ لَمْ تَرْضُ بِهَدِ الْكُشُفَ الْعَلْمِيًا فَهَدِهِيَا كَانَتْ نُبْدَةَ تَارِيخِ خَتِيرًا فِي تَارِيخِ الْغَرَبِ حَوْلَ عَلْعِلَاقَ بَيْنَ الْكَنِيسَةِ وَالْعَلْمَ وَالْاَكْتِشَافَةَ الْعَلْمِيَّةِ فَبَجَدْنَا أَنَّ الْكَنَائِسَ أَوْ رِجَالَ الْكَنِيسَةِ قَامُوا ضِدَ الْعُلَمَاءِ وَضِدَ الْكُشُفَ الْعَلْمِيَّةِ الْجَدِيدَ فَهَذِي الْعِلَاقَةَ كَانَتْ هِيَا الْعِلَاقَةَ بِدَايَةُ الْعِلَاقَةَ السَّيِّئَةِ الْمُؤْسِفَةَ فَوَجَدْنَا أَنَّا الْكَنِيسَةَ أَحْرَقَتْ كُتُبُ الْعُلَمَاءِ وَالْعِلْمِيَّةِ غَيْرَ مَرْضِيَّةِ فَاِنْدَ مَاذَا انْدَ الْكَنِيسَةَ فَا قَبْرِنِكُسْ مَثَلًا فَا أَبْدَ رَأَيَهُ هُوَ هَذَا رَأيُّ مُخَالِفٌ لِعَى رَأَيِ الْكَنِيسَةَ فَا أَرَاقَبْرَنِكُسْ بِأَنَّ الشمس بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس بينما كانت الكنيسة بإتقادهم القديمة بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض فاقومة الكنيسة ورجال الكنيسة ضد هذه الكشوف العلمية وضد العلماء الولماء فا اكتشافу Kopernikus في هذا الجانب فقط أسبحا منشورا لما بعد أن كان هو بعد أن تغفية Kopernikus فالولماء قبل قبر نيكس مدقايدين من كبالي الكنيسة فا يأتين تاريح بعد ذلك بأن سيطرات الكنيسة تدعف واسبحت رجال واسباح رجال العلمي أو العلماء لهم السيطر لهم السيطر ولهم إنتاجات فكريا عظيمة لبناء حضارتهم فا هذه الإنتاجات العلمية كما كانت هناك عدوة بين الكنيسة والعلماء فا اسبحت هذه الإنتاجات إنتاجات بعيدة عن الدين والتعاليم الدينية والعلماء لهم السيطر واسبحت الكنيسة والدين فقط في رقن صغير وبعيد عن المجتمع فالعداوة بين الكنيسة والعلم أدوة مؤسفة في الغرب في تاريخ الغرب كانت الكنيس والكنيسة والرجال الكنيسة سيطرات على الأوضاء بعد أن ضعفة واسبحت رجال العلم في القرن السادس عشر السابق عشر والثامن عشر مسيطرات على الأوضاء والمجتمع فأسبحت إنتاجات علمية والفكرية بعيدة عن روح الدين وبعيدة عن الدين وبعيدة عن التعاليم الدينية فوجدنا مثلا العلمانية فالعلمانية هو فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة اليومية وذلك لأن الألماء لم يعترفوا مرة أخرى بالكنيسة وبرجال الدين فالعلمانية هي فكرة فصل الدين أو فصل المجتمع والخيات اليومية عن الدين فالدين فقط عندهم لأجل المراسيم الدينية في الكنيسة ولم يتدخل الدين في الحياة الاقتصادية ولا الثقافية ولا العلمية ولا السياسة ولا السياسة فحتى لو رأينا مذاهب التطور فهي مذاهب بعيدة عن الدين المذاهب الكلام والدين فالمذاهب المركسية والوجودية فالوجودية اكثر من الكنيسة وماما أنها تطرف بيو جود الالا لكن تقول الوجودية بأن مسيرط الانسان بأن الانسان قادرين على تحديد مسيرطه المستقبلية فهذه الطيارات الحديثة الموجودة في الغرب نتيجة من تلك التاريخ القديم وذلك أنهم لم يعرف الدين الصحيح بل عرف الدين ذلك الدين المنحرف الذي وضعه وضعه الدولة الرومانية ثم تطورت إلى تلك الكنائس وسيطر تلك الكنائس ورجال الدين على الأوضاء ثم تدهورت سيطرتهم وأصبحت الولماء تُسَيْتِرُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ الْعُلَمَاءَ وَلَمْ يَعْتَرِفْ الْعُلَمَاءَ دَوْرَ الْكَنَاءَ كَنَاءَ 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 كَنَاءَسَ أو رِجَالِ الدين في الحياة في جميع مجالاتها فهذا التاريخ يختلف تماماً بتاريخنا فالخضارة الغربية مؤسسة على تلك التاريخ والخضارة الغربية بتلك الوسوس والتاريخ تختلف في الحضارة الإسلامية فالخضارة الإسلامية مبنية على التعاليم الإسلامية وفي تاريخنا لم تكن هناك مشاكلة في العلاقة بين الدين والعالم فالدين الإسلامي وفي آياته يتعلم ويقرأ ويأمرهم بالدراسة والنظر والكشوف العلمية والكشوف العلمية فلم نجد هناك هناك عداوة بين الدين الإسلامي والعلم والكشوف العلمية ولذلك ولذلك الأكاديمية الأكاديمية أكاديمية والكشوف العلمية والكشوف العلمية التي أنتجت مدايب مداهب مداهب فكريا معاشرة في الغرب التي هي تختلف بديننا الإسلامية والحضارة الغربية تختلف بالحضارة الإسلامية من حيث تاريخها وأسسها وطبيعتها فإن شاء الله نتحدث في الأيام القادمة في الفصول القادمة تلك المذاهب المعاشرة من خلال تقديمكم في هذا سمسطر في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله